مهما كان حملك تقيل فحلمك أتقل ومشوار بطل عايز يحقق الحلم جاهز لرفع اسم بلده مستني لحظة عزف النشيد الوطني؟ مشوار محتاج راعي البطل المصري البنك الأهلي المصري اللي كان استضيق لكل بطل في الطريق شهد على الانتصار وحمام الانكسار ودايما في ظهر بطلنا بطل رفع الأتقال الرباع المصري العالمي كريم كحلة ترجمة نانسي قنقر كريم كحلة بنراحب بيك في مشوار بطل أهلا بيك أهلا بيك مشوار كريم كحلة بدأ منين؟ أنا عارفة أن بدايتك كان عند بابا هو اللي شجعك على ده قولي المشوار بدأ منين؟ أنا مشواري بدأ من وانا صغير خالص يعني من وانا حوالي عشر سنين سن كام؟ عشر سنين؟ عشر سنين كان عمي كان بيلعب اللعبة دي وكان بطل فيها كان بطل فريكي آه وبابا هو اللعبني اللعبة علشان أكون شبه عمي أبقى بطل زيه فبدأت وانا عندي عشر سنين وبدأت أتعلم بعصاية لحد ما تعلمت التكنيك بتاع اللعبة وبعد كده وداني المدرب اسمه كابتن أحمد الرفاعي كان عندنا في مركز شباب المطارية بعد كده كابتن أحمد مرنت معايا استمريت معايا فترة كبيرة بعدين رحت لعبت باسم مؤسسة اسمها المؤسسة العسكرية في المينيا بعدين لعبت أول بطول الجمهوريالية وانا عندي حوالي أربعة عشر سنة ما شاء الله ده انت مشوار كبير طبعا وانت تقريبا يعني ده انت مشي ورا بعض ورا بعض بسرعة بس انا عايز اركع معاك لنقطة البداية لما بابا ايلك وشايف فيك البطل اللي زي عمك انت ممكن كنت في سن صغير زي ده عشر سنين تشوف انه انا مش عايز اكون زي حد انا عايز اكون نفسي عايز اختار انا طريق تاني بس انت لأ انت حبيت الموضوع وحبيت ان انت تكمل فيه ايه اللي حبيبك في الموضوع اللي حبيبني في الموضوع ان انا اصلا بابايا برضو كان بيلعب بيلعب برياضة بس ما كانتش بيلعب رفع اسقال كان بيلعب اسمها قوة بدانية وكان بطل العالم فيها وكان عامل ارقام عالمية فيها فطبعا هو كان اصلا بيروح بطلات العالم وانا صغير اوي يعني حتى فانت بطل ابن بطل ابن اخو بطل اول يعني اعنايا فتحت شوية على الدنيا وبدأت اللي هو افهم شفت بابايا بطل اه واصلا يعني نشأت في اسرة كلها رياضيين فبالتالي انت حبيب الرياضة انا حبيب الرياضة وحبيب البطولة يعني حبيب ان العب ابقى زيهم ايه فبالتالي كنت مبسوط اوي وانا بالعب وكنت عايز اكبر وعايز ابقى بطل اه وبعدين بدأت اخش في التدريبات والحاجات الفعلية اللي هي هتخلينا روح البطولة اول بطولة ما وفقتش فيها خالص يعني اللي هو كان عندي 14 سنة كنت صغير اوي وجبت تقريبا مركز سابع او 8 حاجة زي كده وده ما خلاكش تقفل من اللعبة او تقول لا انا مش هارف فيها اشوف لي حاجة تانية لا ده خلاني انا بعد البطولة دي انا افضلت عيط وعدت اقول لبابايا عادت اقوله انا هارجع السنة اللي جاية وهو هكسب وهاخد اول وحاجات كده اخدتها تحدي انا حافظ لي وبعدين دخلت مع اسكر كنت كل ده بطمرن مع كابتن احمد في مركز الشباب في البلد يعني بعدين دخلت مع اسكر كان في المدرسة العسكرية في الهيكستيب مع مدرب كان اجنبي كان بالغاري اسمه ايفانوف عادت السنة كلها معي بطمرن معي لحد بطولة الجمهورية اللي كانت بعدها دي اللي جبت فيها مركز اول والبطولة اللي بعدها جبت مركز اول خيال انك عايز تقول لولادنا اللي بيشوفونا دلوقتي على قناة مدرستنا انه مفيش مرحلة او فشل ممكن تواجهه ويبقى النتيجة بتاعته ان انا هغير طريقي لكن بالعكس ده بيكون حافز ان انت تفوز وتوصل لارقام احسن كمان من اللي انت كنت داخل اول مرة تجيبها اه طبعا انت انت يعني لما بتخسر او لما بتحس ان انت خسرت او فشلت انت بتختار طريق اين اما انا مش هاخد التجربة دي تاني او لا انا هرجع للمكان ده تاني علشان اكسب فانا كنت كده انا وعلى طول كده حتى لحد دلوقتي انا دايما لما بحس ان انا خسرت اه بارجع تاني يعني بارجع بقى سواء هرجع غرفتي او هرجع بيتي اه هعود وهخطط وهفكر ازاي انا هرجع تاني لنفس المكان دوت علشان اكسب ده اللي انا عملته انا صغير وده اللي انا بحاول اعمله دلوقتي برضو ايو انا كبير يعني طيب مصر بلد خضر التوني بلد بطل الاولمبياد المشهور واكيد وانت صغير كنت بتبص عايز تكون زي زي مين بقى لا هو انا يعني وانا صغير خالص كنت بحب لعب يوناني اسمه ديماص كنت بحبه قوي يعني بحب اتفرج عليه وكنت شايفه بطل كبير لان هو بطل كبير فعلا هو اسطورة طبعا هو كان اسطورة اه وانا كنت شبهه يعني انا حتى وانا بلعب كنت بلعب شبهه بالتكنيكس بتاعته يعني بتحاول تشوف اه كنت انا صغير كنت شبهه قوي يعني حتى كان بابايا والمدربين وصحاب بابايا كانوا دايماً بيقولولي أن أنت شابه قوي وكان دايماً بينادوني يساعد باسمه لكن لما كبرت بعد فترة كبيرة طبعاً في المنتخب وروحت طولة عالم 17 سنة طولة عالم 20 سنة وبدأت اللي هو أدخل أنا عايزة أبقى بطل بجد أنا عايزة أبقى بطل عالم كان هنا اللي شفته كان فعلاً كان قدوة وكان مثل أنت عايزة أبقى زيه كان محمد إهاب إن هو في لعبتي وفي نفس الزمن المتاعي وأنا شفته هو يعني شفته فيه كفاح بجد إن هو كان حصل له الدروب في 2012 قبل الأولمبيات وتوقف وما بطلش وقاعد يتمرن سنتين بره ورجع في 2014 وقدر أن يجب مديدية في طولة العالم ومن بعدها يجب مديدية في طولة العالم 2015 ومن بعدها يجب مديدية أولمبيا في 2016 أنت متيم واضح بالبطل ده جداً طبعاً هو كمان هو صاحبي كمان يعني هو صاحبي وأنا بعتبره أخوي كبير يعني ودايماً بعود معايا دايماً بأسمع لنصايحه دايماً أنا بحاول أن أتكلم معايا وأستفيد منه وأستفيد من خبرته في قصة الكفاح دي كلها يعني بس عارف من كلامك كده أنا شايفة أنه البطولة هو قرار مش صدفة وإنت أخدت القرار أن أنت تكون بطل؟ هي ساعات بتكون أنت بتدخل في بطولة ممكن أنت بتكون مش مدرك أصلاً البطولة مش مدرك أي حاجة بس البطولة نفسها مستوى كان ضعيف فأنت أكسبت فيها يعني لكن في بطولات معينة هي أنت بتكون قرار أنت أخدته أن أنا لازم أوصل المستوى ده علشان أقدر ألعب البطولة دي زي بطولة العالم الكبر والدورة الأولمبية هما البطولتين دول أكتر بطولتين عمرها ما بتكون صدفة أكيد هو بيكون قرار من زمان قوي أنت واخده وطبعاً أنت موافق على كل الحاجات اللي هتضحي بيها أيها وموافق طبعاً على كل درائب اللي أنت هتدفعها في مقابل أنت تجيبه المدالية دي أيها بس بردو أكيد مفيش صدفة فعلاً بتستمر ولو اتكلمنا عن بطولاتك العديدة أنت ليك يعني أول بطولة حتى في رفع الأتقال أنت أخدتها أنا هزاك تحكي لي عن شعورك وقتها أول بطولة أخدتها أول بطولة دولية ولا أول بطولة محر أول بطولة دولية أول بطولة دولية كانت في أوسباكستاند كان 2013 كان بطولة عالم أنا طبعاً كنت لسه صغير وكنت بقلي فترة أنا حاسيت أن الزمن جري بسرعة وفجأة لقيت نفسي في بطولة عالم يعني أنا كنت بشوف الأبطال بتاعنا بتاع مصر وبسمع كصاصهم بسمع بطولاتهم ونفسي بقى زيهم أنا فجأة فعلاً لقيت نفسي في بطولة عالم وزيهم وكان طبعاً كان شعور كان حلو قوي أن أنا أخد مداليا كمان في البطولة وكنت مقصود قوي بنفسي وحاسس أن أنا لازم أنزل أشتغل أكتر وأعمل أكتر وأكتهد أكتر علشان أوصل أرجع تاني للمكان ده وأقدر أن أنا أجيب مداليا وحس نفس الشعور اللي أنا حسيته ده والتاني أيوة ساعتها وأنت واخد ثالث عالمياً ساعتها بقى فكرت في اللحظة اللي كنت خسرت في أول بطولة دي كنت صغير وكنت بتعيض فيها افتكرت اللحظة دي؟ أه طبعاً دي حاجة يعني في حاجات كده أنت عمرك ما تنساها زي أن أنت خسرت وقدرت أن أنت ترجع تاني وتكسب قلت لنفسك إيه ساعتها؟ أنا قلت لنفسي أن أنا مبسوط قوي من نفسي أنا فخور بنفسي أن أنا قدرت فعلاً أن أعدي كل ده وأن أنا يعني ما يقس وما يجيليش أي نوع من أنواع الأحباط وأن أنا أقدر أن أرجع تاني للمكان ده وأكسب ومش هكسب في المحلي يعني أن أنا أقدر أرجع وحاط نفسي مع الأبطال الدوليين طبعاً ما هي دي الفكرة أن ممكن في لحظة بعد الإنبساط ده كله تنهار طول خلاص أنا وصلت لأعلى حاجة وحاجة كويسة جداً وأنا فخور بنفسي جداً مش لازم أكمل فعملت إيه مع نفسك عشان ما تنهارش؟ عشان تكمل الطريق اللي أنت بدأته فعلاً لا هي عموماً يعني المداليا الدولية عموماً أنت بتكسبها بتبقى عاملة بالضبط عاملة بالضبط عندك زي الإدمان أنت مش هتقدر أن أنت ما ترجعش إلى المكان ده تاني وتكسب خلاص أنت خلاص أنت كل يوم بتقولي نفسك أنا لازم أرجع وأكسب لحد لما خلاص أنت يعني عمرك الافتراضي بيفرض عليك أن أنت خلاص مش هتقدر ترجع تاني المكان ده أيوة بالتالي خلاص بتوصل لمرحلة اللي هي أنت لازم تعتزل لأن خلاص مرحلة هتخش بعدها في مرحلة تاني بطلنا كريم كحلى في مشواره كان واخد قرار أن هو يكمل مهما كانت الظروف لكن مشوار بطل زيه كان فيه أكيد مطباط محتاجة دعم ومحتاجة مساندة بعد شوية هنتابع اللي حصل ونكمل مشوار بطل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر بطلنا المصري العالمي أملنا في أولمبياد بريس كريم كحلى أهلا بك مرة ثانية أنت يا كريم كنت قسرت الدنيا في طولة أفريقيا وكنت تستعد خلاص لتوكيو وكان عليك أمل كبير كمان وانت كنت تواعد نفسك أولا وأخيرا أنت رايح توكيو هتحقق وحتعمل إنجاز فجأة الدنيا ظلمت وبدون إرادتك حصل أشياء كثيرة خليتك في الآخر أن أنت لم تشترك في توكيو عملت إيه في اللحظة دي؟ هي يعني ممكن تكون اللحظة دي كتت أصعب لحظة يعني جيت علي أن أنا كنت أصلا كان بقلي فترة كبيرة يعني بعد ما ما عدينا من ناشئين بطولة العالم ناشئين فاضلت فترة كبيرة كنت في مشاكل وفي حاجات كده بعدت خالص عن المشاركات الدولية يعني آخر مرة كانت 2014 2015 ما لعبتش كنت بتمرم برضو يعني بتمرم بس ما بشاركش 2016 كنت بتمرم وجال إصابة وما شاركتش 2017 كنت بتمرم وما شاركتش 2018 كنت بتمرم وما شاركتش برضو 2019 كنت دي للمتمسك بها قوي وبدأت الموسم بروح بقى اللي هي خلاص بحمات شديد روح مقاتل بقى اللي هو أنا يعني هموت على الستيج بتاع البطولة ده بس هكسب فكانت بداية يعني أول خطوة لي كانت طبعا دورة العالم الأفريقية بس كانت خطتي أن أجيب دورة العالم الأفريقية تبقى بالنسبالي زي محطة علشان أقدر أن أشارك في بولة العالم الكبار كان وقتها بطولة العالم الكبار 2019 أنا كنت مجاهز أن أجيب مديلية في البطولة دي فلعبنا الدورة الأفريقية في رحنة وعملت مستوى كويس وعملت ثلاث أرقام أفريقية بعدها بسبوعين كانت بطولة العالم ننزلت مصر جهزت وكله تمام أوه يعني إيه جهزت يعني بتجهز نفسك سالة بطولة عشان تجيب دهب فيها يعني بتتمرن أوه تجربات عاملة ازاي ونفسيا كمان بتبقى عامل ازاي لا هو نفسيا يعني آخر فترة يعني آخر شهر قبل البطولة ده دايما انت بتحسبش أي حاجة نفسية يعني خلاص انت في الفترة دي بتعمل المفروض تعمله بس يعني مثلا لو أنا صحيت من النوم حاس إن أنا حالة المزاجية مش كويسة مش مهم كل ده على جنب وكنزل تمرينك برضو انت أول حاجة بتقولها لنفسك أنا عندي إيه دلوقتي أعمله أنا عندي دلوقتي سواء عندي تمرين أو عندي فطار أو عندي أيا كان اللي هعمله في الخطة اللي أنا حطتها هو ده المفروض عامله لكن حالة المزاجية دي خلاص آخر شهر دوت انت ببصلهاش أصلا خلاص تدريب مستمر مستمر على طول ما بتاخدش فترات راحة كفاية ولا بيبقى تدريب شكله ازاي هو التدريب يختلف من مدرب لمدرب يعني فيه مدرب تدريباته بتكون قوية قوي وفيه مدرب تدريباته بتكون يعني متوسطة لكن في النهاية هما الاثنين بيودوا في اتجاه واحد يعني هو طريق واحد هي بيختلف بقى تميز لعب عن لعب في اللاعب نفسه إن اللاعب نفسه هو رطو عايزة أكتر من كده فيه لعبة كتير بتوصل لمستوى وتوقف عند المستوى دوت علشان هو نفسه مش يعني مش مصدق إن هو ممكن يخش في المستوى الاحترافي طيب أنا عايزة وصف تفصيلي كده ليوم من أيامك وانت بتجهز نفسك لبطولة كبيرة زي الأولمبياد بيبدأ يومك ازاي لغاية آخر اليوم بيبدأ شكله عامل ازاي هو يوم بطولة عموما بطولة زي الأولمبياد دي او بتجهز نفسك ليها يبقى يومك شكله ازاي لو انت من بدري مش مقاهل نفسك نفسيا ومش مدرب نفسك على اليوم ده طبيعي ان انت هتيجي قابل يوم زي ده ممكن تقعد أربعة أيام ما تنامش من التوتر بس لكن لو انت مدرب نفسك وشغل على نفسك في الحتة دي ان انت مبقاش فيه عليك مهما كان مثلا الموضوع كبير قوي مفيش عليك أي سترس ومفيش عليك أي توفر طب قول لي بقى اليوم اللي انت مدرب نفسك ومأهل نفسك فيه ده بيبقى ماشي ازاي بتصحى الساعة كام مثلا بتصحى في نفس معادك اللي بتصحى فيه اللي هو الساعة كام ده مش يوم البطولة عم بتكلم على تجهيز نفسك لقبل البطولة قبل البطولة مثلا بيوم مثلا لا بالفترى اللي هي المعسكر الاعداد الشديد جدا اللي بيبقى بالبطولة على طول ده طبعا بيكون هي خطة محطوطة بتصحى على حسب بقى خطة التدريب يعني ممكن تصحى الساعة سبعة ممكن تصحى الساعة ثمانية على حسب بقى انت بتفطر الساعة كام بتدرغد Gonnaさع كام بتفطر انت الساعة كم اه انا عموما ب spreadsheet على الساعة سبعة ونص او دايما بيكون تمرين بالساعة سبع بتكون نص ساعة وبعدين فيそうそう وبعدين يكون هناك وقت راحة، وبعدين تمرين في التالي بيكون الساعة 10 ساعة 11 ساعة 15 ساعة 9 ساعة 9 ساعة يكون كم ساعة مثلا التدريب ده؟ أيدي الأول فترة أيدي الأول فترة دائما تكون 3 ساعتين ثالث فترة أو 1 ساعتين ونص وفي اليوم كله تعمل أد تدريب كم ساعة؟ في اليوم كله سيكون 5 ساعة ونص خمس ساعة ونص لكن بالنسبة لأولمبيات دي تدريق يعني شغلها أصلا عموما شغل خاص جدا بيحتاج منك معسكرات خارجية بيحتاج تركيز أكتر بيحتاج أن أنت ما تتحركش كتير بتكون أنت عايش جوه مكان ما تتحركش منه آخر بالذات يعني آخر شهر أو شهرين بتكون أنت طبعا أنت لغي أي حاجة أنت مرتبط بيها بتكون موقف كل حاجة ما بتعملش هاي غيري أنت بتتمرم بتاكل بتشرب بتنام مركز على اليوم بتاع البطولة ده أيها في وسط التحديات الكبيرة اللي بتقابلها فيه اللي بيسيبك وفيه بقوم بخلص مضاء خلص وملوش دعوة بقى وفيه اللي بيمدلك إيده بيقولك أنا مؤمن بيك أنا حدعمك البنك الأهلي المصري راعي البطل المصري مدلك إيده ومؤخرا أنت حصلت فعلا على رعاية من البنك الأهلي المصري عايزين نعرف الرعاية دي هتفيدك في إيه وإنت بتأهل نفسك لبريس 2024 طبعا أنا حصلت على رعاية من البنك الأهلي المصري راعي البطل المصري ودي حاجة كويسة جدا من نسبالي لأن حاجة تساعدني أن أنا أشارك مشاركات دولية كتير أشارك في بطولات كتير أنا لعبتنا لعبة رقمية بحتاج أني أعمل احتكاكات في البطولة في بطولات كتير في بطولات دولية احتكاكات في منافسات مع أبطال دي حاجة طبعا هتساعدني في طريق الأولمبياد باريس غير طبعا بيوفر لي حاجات تانية كتير زي أجهزة طبية أجهزة فنية وحاجات من دي يعني ربنا معك كافتل إن شاء الله كلنا حماس جدا لباريس 24 وإن شاء الله في أمل كبير إن شاء الله نحق أرقام فيها مشوار بطل لسا نكمل مع حضراتكم نرجع لكم مع بطلنا كريم كحلق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والرباع المصري العالمي كريم كحلة واحد من الأبطال اللي عندنا أمل كبير يكونوا سبب في إننا نشوف عالم بلدنا بالترفع في أولمبياد باريس 2024 إن شاء الله كريم لو حد من أولادنا كده في قناة مدرستنا بيتابعك دلوقتي وبيشوف حلقتك وعايز يكون زيك في يوم الأيام تقوله يعمل كده إزاي؟ يبدأ زي يروح مكان يشترك في رياضة ومن هنا هو هيشوف نفسه هيشوف نفسه هيكون كويس في إيه؟ هيحب إيه؟ هيحب يعمل إيه؟ ومن هنا هو هيكون قراره وهيبدأ وأنا بنصحه يعني إن فعلا البطولة حاجة جميلة جدا وإن أنت تحصل على مداليا أو تحس بنجاح أنت بنيته وفي النهاية بتحصده في الطولة على شكل مداليا احساس طبعا ما يتوصفش وحاجة جميلة جدا وأنا بنصحه إنه لو خد الكرار تكمل ويعني خدت كل حاجة وهتوصل إلى اللي أنت عايزه أيوة، أنت بتقوله يختار اللي هو بيحبه رغم أن أنت نموذج لفكرة أن بابا وماما يبقى لهم بعض نظر في حاجة ويحطوا أولادهم في الحاجة دي ويقولهم خليكوا فيها جاءت إزاي أنك توازن ما بين الحب وأنه بابا وماما هم اللي اختاروا لك؟ لا، هو أن أنت حد يختار لك ده طبعا حاجة مفروضة عليك وانت صغير لأن التوجيه لكن أن أنت تحب اللي أنت بتعمله هي دي اللي بتعمل نجاح كبير يعني ممكن واحد حد بيختار له بيختار له ممكن يفضل مكمل في حياته في حاجة بس هو مش بيحبها بس هو خلاص هي تفرضت عليه وهي دي حياته وخلاص أيوة لكن فيه شخص بيحب حاجة هو حب حاجة خلاص عايز ينجح فيها هنا هو بيعمل نجاح كبير هنا هو بيبدأ أن هو يبص الأهداف الكبيرة يبدأ يبص أن هو عايز يحقق أهداف كبيرة حلو يبص الأهداف الكبيرة دي مهمة قوي الموضوع محتاج صبر جداً تبعينه على حاجة غير اللي هو فيها دلوقتي هو أنت مش هتعمل نجاح كبير غير لما يعني لما يبقى الهدف بتاعك كبير ولما الهدف بتاعك يكون كبير فيحتاج منك شغل كبير يعني عمري ما عاست حقق هدف كبير أو نجاح كبير أو حلم انت بتحلم به ويبقى كل حاجات اللي في حياتك أو تصرفاتك عموماً يعني تكون تصرفات واحد مش هيحقق نجاح لأ بالعكس أن تصرفاتك دايماً بتكون كلها صعبة كلها كبيرة كلها يعني تطالب منك صبر وأنك تتحمل حاجات كتير وأنك تضحي بحاجات كتير وأنك مش هتوصل لحاجات كبيرة إلا ما يعني تدفع تمانها زي ما بيقولوا كلا أيوما إيه الفواتير اللي أنت دفعتها علشان توصل لتكون بطل أنا بالنسبالي أنا دفعت حاجات كتير قوي زي إيه أنا ضحيت بحاجات كتير قوي أكترهم وقتي وفلوسي فترة في عمري اللي هي الفترة اللي هي بيكون عندك مثلا 18 سنة لحد 24 سنة أكتر فترة بالنسبة لأي واحد شاب يعني بيكون الفترة دي اللي هو الوقت بتاعه ما يفيش عليه أي مسؤوليات فوقتك وقت اللي أنت بقى بتستمتع بي اللي أنت بتعمل بي الحاجات اللي أنت عايزها بتخرج فيه مع صحابك بتتفسح بتعمل كل حاجة أنا ضحيت بالوقت ده كله وضحيت بالحاجات دي كلها كنت دايما في معسكرات دايما في تمرين حتى كان فيه سنين كتير كنت باتمرن بس يعني حتى ما فيش مشاركات يعني ما بيشاركش في الطلاط اللي بطلاط محلية وهو كل اللي بعمل له أنه بتمرن بس كان عندي أمل أن أنا بعدين هكون بطل أيوه فضلت في فترة كده لحد ما وصلت لمرحلة اللي هي بقول لا أنا هبقى بطل يعني مش اللي هو على أمل لا أنا أنا مش هسيبي الجيم دي لما أجيب أخيرها يعني وسعيد بالفواتير اللي انت بتدفعها ومش بتفكر فيها متى قلي خلاص خلاص هي ضريبة انت هتدفعها تدفعها وأنا تعلمت ده يعني يعني تعلمت ده السنة اللي فاتت لما كنا خلاص رجعين من من الإقاف وكنت أنا بصص يعني لبطولة العالم قبلها بسنة وكنت بتمرن كنا لسه بقى مفيش منتخبات مفيش لسه أي حاجة كنت بقعدت فترة كبيرة أتمرن برا يعني في الندي بتاعي وبعدين بدأ يبقى فيه منتخب دخلت المنتخب خلاص انا واخد قرار ان انا عايز اجيب مداليا في البطولة طبعا في الوقت دوت يعني خلاص انا اصلا كان مفيش حد بيقول لي انت روح اتمرن مثلا او انت مطلوب منك انك تعمل كذا لا انا بقول لنفسي انا مطلوب مني ان اعمل كذا لحد ما دخلت المنتخب في المنتخب بدأ المدرب احنا مطلوب مننا ان انا نعمل كذا خلاص تماما كابتن بعمل كل اللي هو عايزه لحد ما وصلنا لبطولة العالم يعني جبت المركز رابع بس انا لعبت على مداليا الذهب بس ما وفقتش بس لما بصيت للموضوع بعد كده لقيت ان انا بعد كل ده لا انا انا يعني اتقدمت خطوات لقدام وكسبت حتى الخبرات بتاعت البطولة دي ولقيت نفسي اللي هو راجع للموسي من اللي بعد كده لا انا عايز البطولة اللي جاية انا هجيب فيها ذهب انا خلاص اتعلمنا كل حاجة وضحينا كل حاجة واصفدنا بكل الخبرات دي وكل الحاجات دي المرة دي بقى انا عايزين نجيب دهب ان شاء الله والخطة المرة دي ان انا ان شاء الله هجيب دهب ان شاء الله ان شاء الله بالمناسبة دي بقى قولي لو عندك حلم تقولولي أنت بتحلم بحاجة هتقولي على حلمك ووعدت وعدهولنا دلوقتي بالنسبة لحلمي أه أنا حلمي إن أنا أجيب مديليا في أولمبياد باريس إن شاء الله ده حلم اللي أنا أقدر أقوله لكن الحلمنا كلنا دلوقتي يا كريم خلاص أنا نفسي جيب دهب إن شاء الله بإذن الله هو مش حلمي بس هو أنا هو حلمي أنا وأسورتي كلها وبالأخص والدتي لأن والدتي يعني والدتي أكتر حد وقف جنبي وأكتر حد شافني أنا بتعب إزاي وأكتر حد كان بيدعيلي في الأوقات اللي أنا فيها بره يعني يعني حتى وإحنا أيام الإقاف وإحنا موقفين وأنا في البيت كنت بتمرن والناس كلها كانت فعلا بتقولي أنت بتتمرن بيه يعني هذا هو البطل اللي يتمرن رغم أي ذرح مكانش فيه غير والدتي وأخوي عمر وأخوي محمد ووالدي طبعا مكانش فيه غير دول بس اللي كانوا بيقولولي إن شاء الله هتكون أحسن من الأول وهترجع وهتعمل إلي أنت عايزه فأنا بتمنى وبحلم أن أجيب هذه المدالية علشان هم إن شاء الله علشان أفرحهم وأنا بالنسبة لي أنا شايف أن أنا قريب جداً للمدالية الذهب فأنا مش بتمنى أن أجيب مدالية أنا بتمنى أن ألعب فعلاً للمدالية الذهب إن شاء الله طب بالمناسبة دي لو معك ثلاث مداليات ذهب بس أنت هتديهم لحد تهديهم لمين؟ هديهم لوالدتي التلاتة؟ التلاتة لماما؟ وهي هتتصرب حلوى الصفة دي ماما عظيمة وإحنا بنحييها جداً وماشاء الله يعني عارفت ربي أم بطل حقيقي طيب والوعد بقى هتوعده لنا؟ الوعد اللي هو وعده لكم إن أنا هعمل كل اللي أقدر عليه وهستخدم كل الوسائل إن أنا هحقق الحلم التي عيدها بإذن الله إن شاء الله إحنا اللي بنوعدك المرة الكديمة الحقيقة إن إحنا بنقولك إن أبطال مصري أولمبيين اللي مصر كلها بتفتخر بيهم واللي عندنا إن شاء الله هتكون واحد منهم إن شاء الله وساعتها بقى هتشرفنا في الكتب المدرسية اللي بيكون فيها أبطال أولمبيين وبيتم الاحتفاء بيهم وولادنا بيعرفوهم وبيتعرفوا على الأبطال دول إن شاء الله تكون بينهم بإذن الله وإنت جايب المدليات الدهب كده من فاريس إن شاء الله وإحنا عارفين الحقيقة أن نتقد المسئولية دي يا كريم إحنا متأكدين منها إن شاء الله بالتوفيق يا رب ليك وبتوفيق لكل أبطالنا بشكرك جدا جدا يا كريم مشوار بطل ممكن يكون طويل لكن البنك الأهلي المصري راعي البطل المصري هيكون دايما السند والدليل نشوفكم مع بطل تاني سندينو ودايما في ظهره ومتابعينه في مشوار بطل موسيقى 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 اشتركوا في القناة